بصراحة يعني حجم الاسا والعجز وقلة الحيلة تحالة بتتحدث عن نفسها يعني للأسف انه الانسان بيكون نفسه يقدم بس للأسف يعني الامور مغلقة والحواجز مغلقة يعني احنا اتمنى انه نقدر نساعد اخواننا وشعبنا في غزة اولا واهلنا وشعبنا بداية لانه احنا من هذا الشعب من اهلهم وخصوصا زملائنا يعني صامدين مرابطين في المستشفيات وفي الاعيادات الخاصة اللي بقدموا الخدمة وهم ايضا جنود مجهولون لانهم بقدموا الخدمة لأهلنا واخواننا وشعبنا واطفالنا ونسانا اللي بتعرضوا لهجمة شرسة وحرب ابادة جماعية بشهدها القطاع غزة الحبيب بشكل عام واهلنا في شمال غزة ومخيم جبالي على وجه الخصوص احنا يعني توجه الجميع الى الهيئات الحكومية والهيئات الخاصة والهيئات العالمية لمعنية في تقديم الخدمة الصحية او تقديم الغذاء او الدواء او حتى للماء لا اخواننا هناك بس احنا للأسف لا يعني نتحدث ونتكلم ونطالب ولكن للأسف الاذان لا تسمع والقلوب يعني للأسف يعني اغلق عليها نحن يعني دعائنا وتوجهنا الوحيد الى الله عز وجل كل الدنيا يعني تكالبت على هذا الشعب المظلوم المحروم المقهول ولكن احنا عزائنا ودعائنا الوحيد هو الله سبحانه وتعالى ولا نطلب من شيء الا من الله عز وجل ليس الله بكاثر عبده الله لن يضيع هذا الشعب وان شاء الله يعني انه طبعا راح اقدم كل جهدي وكل امكانياتي وكل ما استطيع لتخفيف الام شعبنا واطفالنا ونسائنا يعني الواحد لما يشوف هيك مناظر ومعاسي يعني بصراحة الكلمات اعزها وانا ااسف اني شوي المشاعر اختلطت شوي انا ااسف بعتذر يعني